اشتركوا في القناة او هذا اللوجيتيكت تكلمت عنه وسويت الرفيو او اي قلم ثاني للثيرد بارتي رح يشتغل معك كويس هنا لان الجهاز هذا يدعم القلم ابل بنسل وان عندي افضل شي خصوصا بالدعم وهذا ممتاز اذا كنت تحب الرسم الرسم لان القلم جاي ما جي سمونا انه حركة لكن اتوقع فيه قلم من النوع هذه لحق الرسم لكن جهاز ممتاز الكتابة ممتازة فيه تاخذ لدروسك جهاز اذا كنت انت متى بايباد اير ولا بايباد برو تابي كتابة ممتازة تابي تواصل ممتازة جهاز مثل ما تقول تحط فلوسك في شي يستحق تحط فلوسك في شي تاخذها تستخدم ان تحسن انك لا معطيناك هدية مع الجهاز 300 دولار او 320 دولار على كل الاداء ذا على الاداء القوي اللي فيه ببجي تشتغل فيه باعلى رزولوشن على الفوركي والاشياء كل شيء المسموح نفس الايباد اير نفس الايباد برو طبعا هناك الايباد برو في 120 هنا ما في 120 لكن شقال الجهاز ممتاز عليه معالج ريفون 10 اس جهاز تاخذ معك الان مثلا انت في متوسط رح تتخرج وتوصل مثلا اولى ثانوي او ثاني ثانوي او يمكن ثالث ثانوي بعدين قبل توقف الدعم عليه لكن جهاز ممتاز للاطفال انصح اي شخص يشتري لحق طفلة من ابتدائي مع الكورونا والدراسة عن بعد هذا الجهاز المناصب لحق الاطفال الصوت فيه ممتاز جدا على القيمة دي فيه مدخل 3.5 لاشخاص اليابون ببجي تحطه تحت السماعة الكاميرا اضعف من الكاميرا الثانية لكن الحق المكلامات الفيديو ممتازة انا بالنسبة لي الحق كتابه العاب الاركيد ببجي اشتري في يعني بالنسبة لي اذا عندي 600 دولار بس ولو مخير بين الايباد 8 128 جيجا وبين الايباد اير 64 جيجا وانا ابيل قيقة ما راح اجمع فلوس ازيادة عشان اخذ الايير لا خلاص مرتاح اخذ هذا لو مخير بين اثنين هذا يقنيني عن الايباد اير اذا كان البجيت حقي اقدر اشتري الايباد اير بس اقل ذاكرة وهذا هنا اقدر اخذ اعلى ذاكرة واعلى الذاكرة من هنا اعلى من الايباد اير وانا مهتم لحق الذاكرة 128 راح اخذ هذا نصيحتي لكل شخص تبي تحط الفلوسك في المكان الصحيح او تبي تشتري جهاز في مكانه هذا الجهاز ايباد الجيل الثامن اذا عندك الجيل السابع شغال معكم تاز ما يحتاج اشتري هذا لكن اذا ما عندك ايباد هذا الجهاز اطفالك من وقتك من المتوسط وهم تحت هذا الجهاز ممتاز بمعنى الكلمة ما توقعت انه كده 300 دولار قبل تصنع جهاز زي كده والله شي جبار يعني الحركة اللي سوتها قبل احين مسكت السوق تبي ايباد ارخيص موجود تبي ايباد متوسط ايباد اير تبي ايباد اغالي وكل المواصفات ايباد برو كل السوق موجود عندها في الايبادات ما احد نافسها في الايباد يقولوا السنة هذي دخلت التاب اس سكس لكن اكلمك برامج ومبنية لحق ايباد ما في الايباد اوسع الايباد الان فبالنسبة لي انا شريته هذا استخدمته وعطيته بنتي في مدرسة وفي يعني يومين دراس فيس توفيس ويومين دراسة اونلاين شغال الجهاز ممتاز بكل شي العاب الابل اركيد شغال معها ممتاز مع ان بنتي ما تعرف لالالعاب كثير وما تستخدم الجهاز لالالعاب والابل اركيد شغال معها يعني انا لازم اعطيها دافع ان تلالعب معها ولا جزء معها والاشياء الارتس اللي تقدر تسوي بنتي مثل ما نشوف في الرسم ما احد راح يسوي نفسه لكن الجهاز ممتاز يعني هذا جزء من رسماتها بس في العيبان مثل ما نشوف مثل ما نشوف رسم ممتاز فيه لحق الاطفال ما دلش اللي سوت هنا لكن حلو المهم الجهاز ممتاز العيب الوحيد بالنسبة لي اللايتنينج 8 يوس بي سي لكنه ممتاز ما في اي شي فالفناهة الفيديو تنسون الاشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سنابتشات شرف وضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني مفضل دعاكم ومثل ما قلت لكم هذا الجهاز ضد دراسة والسلام عليكم